رحب أحضركم مرة تانية مشاهدين الكرام في الحياة في مصر وفقرتنا دي متعلقة صحيح بمحافظة واحدة بشكل خاص لكن برضو متعلقة بالـ 27 محافظة مصرية بشكل عام ضيفي فيها محافظ من المحافظين الجداد اللي تولوا المسئولية قريب هنفهم منه الفكر الجديد للمحافظ التفكير خارج السندوق اللي وجههم ليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكمان وزير التنمية المحلية المحافظ كان من أيام كان مواطن عادي واصبح دلوقتي على كرسي المسئولية ايه اللي هيغيره في محافظته بيفكر فيه ايه الحلول غير التقليدية اللي موجودة عنده اللي هينفزها ان شاء الله واللي تغير شكل محافظته وكمان شكل بلدنا بشكل عام ان شاء الله للأفضل اسمحولي بشكل مباشر أرحب بضيفي اللي مشرفني بالتأكيد في الستوديو الدكتور مهندس كمال جاد شاروبيم محافظ اد اهلية يا اهلا وسهلا بيك اهلا بحادتك وانا بسهلا للمشاهدين يا اهلا بيك حضرك كنت مواطن مصري عادي من أيام واصبحت على كرسي المسئولية مواطن مصري برضو لكن على كرسي المسئولية ايه اللي تغير في الفترة مواطن مصري في ردبة محافظة أو منصف محافظة اهلا هو مش اللي تغير بقى اهلا ألف مبروك الله يبارك فيك لازم ابرك لك في محافظة الله يبارك في حداك هو اللي تغير حياء المسئولية مهه والواحد في الخبرة اللي فاتت كلها وازاي معاناة الناس من حيث الخدمات اللي كانت بتقدم في المحافظات وانا كمواطن عادي كنت بروح اقدم لابني وبنقله من مدرسة للمدرسة النظافة اللي كانت في الشارع الكهرباء اللي كانت بتقصع عايز اوصل صوتك لمسئول عايز اوصل بالضبط المسئول وكان يمكن برضو من السهولة ان انا كنت بوصل لمسئول الحقيقة ما كانش فيه صعوبة كبيرة قوي لكن الواقع اللي انا شفته دلوقتي اه ان هناك صعوبات كثيرة قدام المواطنين للحياء للوصول للمسئول ده لمسته صعوبات للمواطنين هم يوصلوا للمسئول تحقيق وخاصة لما تشوف حاضرتك محافظة كبيرة زي محافظة الدأهلية وعدد السكان اللي وصل تقريبا 6 و 18 مليون نسمة 6 مليون و 600 ألف رابع محافظة على المستوى الجمهورية من حيث العدد السكان انا تقريبا حضرتك يوم ما حلفت اليمين وبعد ما فتحت التليفون مباشرة واحد الصحافيين اتصل بيا يباركلي واخد رقم التليفون وحطه على الفيسبوك وبالتالي اصبح تقريبا كنت تقليل معها رقم يعني مش اقلم من مليون نسمة معهم الرقم فكله بيتواصل من خلال التليفون والحقيقة انا يعني حاولت ارد على قد ما اقدر لكن طبعا هناك الطبيعة البشرية مش هينف شيء طبيعي شيء طبيعي فابتديت اعمل زي برضو حلول ان احنا نعمل مجموعات للسادة رؤساء المدن والقرى في محافظة الدأهلية لان احنا عندنا الحقيقة 21 مدينة وحي فبالتالي وعندنا عشرات مئات القرى وعندنا اكتر من 1500 تابع 21 مدينة وحي والسه بتزوده يعني ما شاء الله فيه المنصورة الجديدة وفيه لسه المنصورة الجديدة طبعا بأحيقها لسه ده مدينة كبيرة لكن الفكرة ايه ان حدك ازاي المواطن يوصل لك وازاي انت توصل للمواطن وتلبي طلبات المواطن دي يعني جزء مهم جدا لان سادة الرئيس بعد محلفنا اليمين مباشرة يعني يمكن اوصانا بالتواصل مع المواطنين وتقديم الخدمة اللي بيستحقها المواطن المصري حتى رئيس الجمهورية هو في الاول وفي الاخر مواطن مصري وكان بيعاني برضو فترة من الفترات انه يوصل لمسؤول رئيس الوزراء برضو لما اجتمع معاكم وصاكم بنفس الموضوع ده فأتمنى انه يحصل ان شاء الله على وبالتالي نبتدين ان نستفيد بس عندنا حتى بتكلم على الفكر الجديد طب احنا عندنا تكنولوجيا جديدة عندنا نقدر الصفحة بتاعة المحافظة تتلقى شكاو المواطنين وتقدر ترد عليهم ودفع عندنا ناس قعدة 24 ساعة على صفحة الصفحة 24 ساعة 24 ساعة فانت 24 ساعة صح طيب ممكن يعني لو ما فيش الخاصية دي ممكن نعمل رقم وانا عندي والرقم والرقم بتاعي الوسائب خلاص ده خلاص قبلها واللي كل الناس انا لو قريت لحاتك انا بستلم ما بين 700 بس واقعين هو يعني تلفون المحافظة انا هقول لحاتك بيحصل ايه انا برد فترة اللي انا ببقى فيها في العربية خليلي بقى مانة والصبح لما وصحة الصبح ببتدى ارد على شوية وانا في العربية برد على شوية ولما بالليل بعد ما مشي الساعة 12 انا فيك انا ببدأ يومي 8 ونص صباحا لغاية الساعة 4 ونص مساء وبرجع 8 ونص مساء بقعد لغاية 12 ونص بالليل او 8 الاربعة وارجع 8 بالليل لغاية 12 بالليل ده العادي يعني ما بعد ذلك فترة ممكن ارد نص ساعة اقعد ارد لكن طول ما انا موجود في المحافظة تلفوني مع حد مسكو بيرد عليه يعني تلفوني بديل حد من الوظفين تلفوني رؤساء المدن والاحياء مع الناس كلنا متربطين مع بعض ولما بتيجي لي شكوى انا كل اللي انا بعمله بعملها فرد على على الرئيس المدينة بقوله الشكوى دي انا عايز ارد في خلال كذا ايه جديد حضرتك انك انت ومن خبرة المهندسين مفيش حاجة اسمها ردلي على الشكوى دي وتسيبه طب حيرد بعد اسبوع رد بعد اسبوعين رد بعد تلت أسابيع يبقى حدك لازم يبقى فيه time limited وقت محدد رد على الشكوى دي خلال 48 ساعة رد على هاتل التقرير ده في خلال 3 ايام فكرة انه يبقى عندك سكدول وعندك العملية جدول واضح فبالتالي هي دي سرعة الاداء لان احنا ما عندناش رفاهية الوقت احنا ناس دلوقتي عايزين نجري كنسات الرئيس بيسبقنا بخطوات كثيرة في المشروعات وبيجري وبيعمل حاجات كثيرة احنا كمان كمواطنين وكمسؤولين مفروض ان احنا في المحليات بالذات لازم يبقى عندنا نفس الاداء ونفس سرعة الاداء